بسم الله الرحمن الرحيم وأصلي وأسلم على نبيه الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من مطبخ أبو ساجد عن نبي اليوم جابتك وصفة البسبوسة وصفة ولا أروع وصفة بسم الله ما شاء الله خفيفة ضريفة بسم الله ما شاء الله دوقها دوق الليمون اللي جات روعة 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 اللخر ملاحقش يعني الوصفة هذه فيها لمساتي وشوفوا يعني ديكورا وضوقا يعني صدقوني صدقوني ما شاء الله ما شاء الله تقدروا نجربوها في صهراتكم تقدروا نجربوها في رمضان رمضان روك قرب ما يبقى لوش يعني إذا نحبعي كما نعرف كل فعي وصفة فيها مقادير فيك في التحضير روح نشوفوا مبعضانك في التحضير والمقادير ونروحوا نشوفوا يالله روحوا نشوفوا يالله روحوا لا تنسوا ليعجاب ليعجاب فقط نكلفك مواله إذا ناحبائي هنا في طاوة العمل أول حالة نبدو بها وهي شربات نجيبو هنا الماء ونصبو كاس الأول هكذا ونضيفو كاس الثاني والثالث والربع ونضيف نصف كاس أنا هنا نعمل شرباتي بربعة كيسان ونصف من الماء ربعة كيسان ونصف من الماء أنا هنا حضرت الكاس الثالث ونضيف الكاس الرابع يبقى نصف نضيفو هنا نصف ونضيف ونضيف زر كيسان سكر الكاس هذا هو 220 مليلتر أسئلة كثيرة تأتيني في التعليقات سعة الكاس نقولك نحن نخدم بـ 220 مليلتر فقط فقط هذا ما نخدم به كاس 220 مليلتر هذا هو الكاس نخدم به هنا هنا نضيف شرائح من القارس أو الليمون كما ترى ونضيفها فوق النار على النار متوسطى ونخليها حتى تصبح في الغلايان نحسب لها 12 حتى ربعة ساعة من 12 ربعة ساعة كما تهزل الغلوات نحسب لها 12 ربعة ساعة ونطفي عليها ونخليها تبرد على جانب نروحوا هنا نشوفوا المكونات أنا عندي هنا كاس سميد يكون متوسط وعندي نصف كاس سميد يكون أرطب وانتم تقدروا الأرطب ديروا متوسط كل شيء أنا هنا مزجت وربعة بيضات كاملة نصف كاس سكر رشد ملح عندي ملعقة صغيرة ضانيلا وعندي ملعقة كبيرة من مبشور الليمون وعندي هنا نصف كاس زيت زيت شوية فقط يعني وعندي 6 ملاعق كوكاو مرحي مسحوق وعندي زيت كياس خمير الحلويات وعندي هنا كاس حليب رائب الكاس ساعة تلك وتلك الملحة 220 ملح كي لا تقوم بالسئلة 220 ملحة نذهب هنا طريقة تحضير نضيفه 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 رشة الملح نضيف نضيف السكر وهو نصف كاس نضيف هنا ملعقة مبشور الليمون وملعقة صغيرة من البانيلا نضيف البطير ونضرب هذه المكونات مع بعض حتى تتمازج وتصبح كريمية وتصبح بيضاء هنا تستعمل الكوية عادي بيدوي ولكن البطير سيجعل هذه البسبوسة خفيفة هنا نضيف الزيت ونضيف ثلاثة مراحل هنا الخليط تحول الى ابيض ما شاء الله قلت نضيفه الزيت ونضيفه ثلاثة مراحل نضيفه برايبة ونضيفه كامل نضيف ضربة ملاح حتى تتمازج كل مكونات هنا نضيف كاس ميدا اضيف كاس ميدا الول المقطع تهدف لي فقط سمحوني ونضيف نصف كاس اخر يعني كاس متوسط ونصف كاس يكون ارطب ونضيف هنا 6 ملااق كوكاو مرحي مصحوق يعني مرحي تماما ونضيف كاس خمير الحلويات كاس الول كاس الثاني أنا لا أريد أن نضيف جوز الهند هنا بدلت الضوء كوكاو صدقوني يعني جاءت بسبوسة ولا في الأحلام صدقوني ما شاء الله ما شاء الله ونعاود نخلط جيدا كما أعرف كما أقول لما نضيف مكونا دائما نخلطه هنا نشوف القاوم بسم الله ما شاء الله نغطه بطرشان ونخليه حوالي 10-4 ساعة يشرب مليح ونرجع لك بعد ما مرت 20 دقيقة تركت 20 دقيقة ترى هنا لا تقلط كثيرا بقال قاوم هو يعني ما شاء الله نجيب سينية هنا الطور 30 والعود 24 نعاود ونكرر 30-24 سأتكلمتها وكتبتها لكي لا تكرر هذا السؤال فقط ونضع هنا الخليط ونعمل هذه لكي لا تقلط جهة طالعة وجهة هابطة ترى أقضى نكمل هذه ونضرب ثلاثة خبطات يعني نضرب حتى تكون على استيوى واحد كامل ونضع في الفرن على 180 درجة مئوية نضع في الفرن على 180 درجة مئوية كامل تقريب 50 دقيقة طيبته من تحت حمار والجانب ترى الوقت 50-52 دقيقة نخرج هو سخون مباشرة ونضع سخون والشربات باردة نعاود هو سخون والشربات باردة سخون ونضع ونضع كمية كاملة سوف يجب من شربة ما شاء الله ونضع ونضع من شربة ونضع ونضع مربع ونضع 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 سخونة لأن سخونة سخونة ونضع دوب ونضع لماعان ونضع لماعان نقصها بالطور في النص دائما نقص ليغاتو أو طرنش باتسري نقصها في النص لا نقصها في النص لكي نعرف ما نقص لديهم لديهم كامل ونقص على الجانب اليمن لا أريد أن نكبرها ونضع تكفينا كامل والزين سيكون اختياري لديهم بشكل كامل هذا ما قمت من الماء وتضع مقشرة ونضع لديهم ونضع فيها لم يكن الزين وانا كنت تقدموا ما تريدون تريد كرز موات كوكو أو او كوكاو او لوز او فيستاش يعني ما عندكم انتم فقط انا شدت هنا بعشر الاف لوز دات كمية منه بقاتل كمية صغيرة هكذا التلزين دائما يكون اختياري ستوت ضوء ضوء ما تسألوش عليها روجة روعة يعني روعة 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 بسبوسة تا رمضان تا صهرات تا ضيوف بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله بعد ما زينتها كامل جبت العقاش للنجمة فكرت يعني باشا زيان فكرت طلعت هبطت خممت حطيت الموت كوكو نحيتهم مجاش مليح وجيت هدوم العقاش للنجمة حضيتهم فوق وضغطت عليهم هبطوا لتحن شفوا بسبوسة خفيفة طالعة كين ضغطوا عليهم يدخلوا مباشرة يعني وهكذا تكون يعني بسبوسة تا عيواجدة بسبوسة عيواجدة اللي جات يعني ضوء بسم الله ما شاء الله جات خفيفة خفيفة ولا أروحة شوفوا يعني كنحطوا قطعة في طابق ونجيبوا ملعقة ونقصوا منها الطرف شوفوها كيفية خفيفة روحة شوفو هنا تعطيكم خبر شوفو هنا كيفية طالعة وخفيفة عندنا نجيبوا ملعقة صغيرة شوفو شوفو مباشرة يعني سقطت يعني هذا تدل على انها بطرية ومشبعة بشربات مشربة ما شاء الله هذه الوصفة أعتجبكم أظن أعتجبكم أكيد أعتجبكم تبعتوني تطبيقاتيكم صفحة فيسبوك اسمها مثل اسم القناة مطبخة ابو الساجة عن النبي إذن سنتظر منكم تبعتوني تطبيقاتيكم بشكل هذا ننشرها في المنتدى ونفرحوا بكي الناس يشاهدوا ويطبقوا إذن نحيبا هذه الوصفة أمامكم نقولكم ليعجبوا الفيديو هذا يعمل إعجاب وشاهد الفيديو لأول مرة وما اشتركش في القناة ونقول له يا أخي يا بنتي يا بنيتي يا أختاه روحي الزر هذا الأحمر اشتراك اشتركي في القناة وفعلي زر الجرس هكذا يجيك كل جديد والناس لما تجيهم الشعارات يروحوا ينزابوا نحيبوا الاشتراك ويعودوا يشترك ولكن يفعلوا زر الجرس لازم يفعلوا زر الجرس باش يجيهم الشعار هكذا ونكونوا لمين أحبائي إخواني أخواتي بناتي أبنائي نقولكم سلام عليكم في أمان الله إن شاء الله في وصفة قادمة إن شاء الله ورب يتبتكم ورب يحفظكم ورب يهديكم إن شاء الله ويشفيكم من كل مرض ومن كل سقم ويرحم موتكم ويزقكم بالدرية الصالحة إن شاء الله اشتركوا في القناة